السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم جملة من الأخبار نتابعها في هذا الفيديو الخبر الأول يتعلق بنجاح أمني مهم جدا الحرس الوطني ينجح في تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال تنشط بين تونس وأوروبا نحكي أيضا على وزير الدفاع الوطني اللي مشي إلى المستشفى لعيادة جوز عسكريين أصيبوا في اجتباكات مع ناصر إرهابية في جبل أسلوم من ولاية القصرين وأيضا نحكيوا على خروج أو صدور المنشور الموجه لرؤساء المحاكم اللي تطلب فيهم تفقدية وزارة العدل بمنع الدخول لمكاتب القضاة المعفية نبدأوا بالخبر الأول الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة تتمكن من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس ودول أوروبا الغربية الشرقية حسب ما يأكدوا المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني فإن الشبكة تتكون من توينسا وأجانب معناها الشبكة لكلها تعمد إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة خارج أترابة تونسي على خلاف الصيخ القانونية نحو الجنات الضريبية وفي الوضع الاقتصادي بتاع تونس اللي الناس لكلها اليوم تحاول إنها تبيض الأموال واللي عنده أموال بطرق غير بشبوهة وكنا حكينا في فيديو سابق على تبيض الأموال أو غسيل الأموال شو معناها ومنين يتأتى وكيفش ينجموا يعني يتمصوا المعالم تع شبهات هذية ولكن طبعا دي ما فهمة إجراءات اللي يتمكنوا بها يعني الجهات المعنية من يعرفوا اللي هذية يا إما تمويل شرعي وإلا تمويل فيها إشكال يعني بيش يهربوا من هالجرأة ماذية في تونس بيش يهربوا من عدة أسباب أخرى تعالى الجيبية وكل شيء خاصة وإنه في الدستور الجديد اللي يتهرب من الجيبية فإنه هذا يعاد جريمة وهذا إجراء أعلن قيسس عيد وركز عليه من جملة النقاط يمكن أو الإشارات الاقتصادية اللي يجاد في الدستور الجديد اللي ما يدفعش الجيبية متاح وهو مجرم بالدستور التونسي به الجنة الضريبية شو معنها؟ يعني فما دول كيما سويسرا مثلا تتسمى جنة ضريبية يعني تنجم أي حد عنده أموال في بلاده مغسيل أموال تبيض أموال أموال متأتي من مصادر غير مشروعة فإنه كيف يهربها ويصبها في بنوك سويسرية مثلا مش كان سويسرا هو راو في مبارش دول في سويسرا مثلا ما تقولوش منين مصدر ثروتك ولا أموالك وتحميه معناها من أي تتبعات طبعا إلا باستثناء بعض الإجراءات الأخرى القانونية أما صعيب صعيب يسر بش يعني الشخص هذك اللي خبأ أمواله في سويسرا مثلا إنه تطالوا يد القضاء متاع البلد متاعه وهذك عليش معروفة مثلا سويسرا جنة ضريبية بامتياز وتونس بخصوص طبيض الأموال وغسيل الأموال وكل كان فيما تصنفات قديمة يعني منذ سنوات تصنفت على أنها احتمال تنجم تكون جنة ضريبية هذا كان في العشرية السابقة اللي فيما برش أموال وطبيض أموال وغسيل أموال وفما ناس معناها تكون ناس نعرفوهم فجأة أصبحوا عندهم أموال طائلة وثروات طائلة من أين لك هذا ما نعرفوش به خليني أقول لكم بأن العصابة هذه توينس أو أجين بيهربوا المبالغ مالية الضخمة إلى خارج التراب التونسي طبعا على خليف الصياغ القانونية نحو الجنة الضريبية على غيرار جزر الموريس جزر العذراء البريطانية عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وحكينا في الفيديو سابق متاع طبيض الأموال على كيفش يعملوا الشركات هذه بشي موهو شركات وهمية بشي موهو بها على أساس أنها الأموال متأتية بصفة شرعية يعني ومشروعة إذن قلت عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب كما يتعمد أفراد الشركة هذه إلى ممارسة نشاط الرهين الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنية المتطورة على غرار العملات المشفرة وتمكنت الفرقة المذكورة من حجز مبلغ مالي قدرة بحوالي 4 مليون دينار يعني 4 مليارات و17 ألف دينار عملة تونسية حجز فعلي وتمت مدهمة مقارات شركات في سوسا وتونس وحجزوا معدات وثائق وحواسيب عندهم صلة بهذا الموضوع في موضوعنا الثاني وزير الدفاع الوطني عمد مميش يزور اليوم الزوز عسكريين المقيمين حاليا بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس واللي أصيبوا في العملية متاع الاشتباكات اللي صارت مع ناصر إرهابية في جبل السلوم بولاية القسرين الأسبوع اللي فات بشت مين عليهم ويستفسر على وضعهم الصحي ومرحل العلاج متاحهم وزارة الدفاع الوطني اتهابت كوميونيكي وتقول إنه الوزير عمد مميش أشيد بالمناسبة بالروح الوطنية العالية اللي تميز بها العسكريين هذوما في مكافحة الأرهاب وبمجودة الإطارة الطبي وشبه الطبي من حيث رعاية صحية والنفسية وإدعاء الوزير القائمين عليهم إلى ضرورة السهرة على راحتهم وتقديم أجود الخدمات الصحية بش يستعيدوا عافيتهم ويستأنفوا عملهم في أفضل ظروف نتمنى ولهم السلامة وإن شاء الله يقوموا لابس نجيو إلى الموضوع الثالث وهو منشور أصدرت وزيرة العدلة والتفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص القضاة والجدل الكبير اللي ساير في تومس به وجهة التفقدية العامة بوزارة العدل اليوم منشور للرؤساء الأول لمحاكم الاستأنف والوكلاء العامين لديها ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية بما يتعلق بوضع مكاتب القضاة المافيين بمش بالأمر الرئيسي عدد 516 اللي يصدر في غورة جوان اللي فات تحت طائلة الجرد ومنع الدخول لهذه المكاتب في المنشور هذي واللي راج المنشور هذي على السوشال ميديا جافيه بأنه تبعاً لتعهد التفقدية العامة بعمليات جرد مكاتب القضاة المشمولين بالأمر الرئيسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في غورة جوان 2022 المتعلق بأعفاء قضاة وبعتبر أنه هالأعمال هذه مازالت جارية بما يتطلب منع الدخول إليها والتعيين حارس عليها فإنكم مدعوون كل في حدود اختصاصه وصلاحياته إلى اتخاذ كيفة الإجراءات المستوجبة والمحافظة على المكاتب وحماية محتوياتها على الحالة اللي هي عليها وتعهيد الجهة المختصة لتفعيل أحكام الفصلين 153 و 157 من المجلة الجزائية عند كل إخلاء وهذا المنشور راج وممضى من التفقدية العامة لوزارة العدل بخصوص الموضوع متع البرويتم متع القضاة واعتبرت الوزارة بشكل واضح إنه هالقضية هذه راه قرار المحكمة الإدارية من جمشي تبضق على خاطر هو قرار استعجلي وما زالت القضية الأصل جيرية يعني في أرويقة المحاكم في انتظار يضر القرار هذه بشكل نهيئي وشكل صريح وقتها لكل حادث حديث وزيرة العدل يبدو إنها مش تتصرف من منطلق شخصي يبدو إنها تتصرف بتنسيق مع رئيسة الجمهورية على خاطر في المنشور هذية طبعا ترجع تذكر بالمرسوم الرئاسي والأمر الرئاسي اللي يصدر بخصوص الأعفاء إلى غير ذلك وتنطلق من بعض الفصول في المجلة الجزائية بما معناه إنه مش تتصرف يعني من محظة إرادتها ولا من محظة موقفها الشخصي ولكن ديما نقول إنه ننتظر توضيح من رئيس الجمهورية قيس السعيد في هذا الخصوص ترجمة نانسي قنقر